مساء الخير ازايكم ومهات كتير بتبعتلي تسأل بتبقى محبطة وطعبانة جدا بسبب تشققات الحلمة بتقولك انا جربت كل حاجة جربت ميبو وبيوريلان وبنتينول واخدت داكترين واخدت داكتا كورت وجبت حلم اصناعي وبدأت اشفط من بره وبعد شوية اللبن قل لانا مرتاحة ولا البيبي مرتاح وابني حتدي اخد صناعي انا مش قادرة والله يكون فعول لانه المفروض ان الرضاعة هي اللحظة الحنينة جدا اللي ما بين الام والبيبي اللحظة دي بتتقلب لسريخ وعيات ما بين ان انت فعلا نفسك تديله كل اللي عندك وهو في نفس الوقت انت مش عارفة تعملي ايه من كتر الان فتعالوا نتكلم النهاردة عن تشققات الحلمة وازاي نصلحها اولا لازم تبقي فهمة ان الرضاعة مش مقلمة مهما كان في مورسات قديمة او ناس بتقولك استحملي ما علش هي رضاعة كده وكلنا استحملنا ما تحدقهم او נتحدق الرضاعة مش مقلمة انا مش بيقولك ده بس عشان خاطر علمية ده محاجة معروفة انا بقليك ده وأنا أم عندي طفلين بيرضاعة طبيعية ا tämä Yeah فلو سمحتي لو سمحتي ما تيقسيش ووصالي للسبب مهما كان انت من حقك تستمتعي باللحظة دي بينك وبين البابي وتبقي وقت الفطان مش قادرة تاخدي القرار من كتر ما انت حاسة بايه بقرب ناحية الرضاعة طيب ايه سبب تشققات الحلمة حاجة من اتنين 95% من السبب وضعية رضاعة خاطئة قرار مفروض الطبيعي ان انا خلي الطفل لما يجي يحط بقه يحط بقه على الهالة الي حوالين الحلمة دعونا نتخال ان ده الفادي كرة هي الفادي الهالة الي هى الدايرة الي حوالين الحلمة اللي بيبقى لونها داكن بنفس لون الحلمة الدايرة دي كلها لازم تبقى بقه لدرجة ان انت لما تبصي على البابي المفروض متلىقيش اي حاجة غمقه تلاقي كله لايفه فادي نفسه نفسه بس اللي هو لونه فاتح لو ده ما حصلش وجال بيبي اتعلق بس بالنبل بالحلمة ده بيقدل ايه بيقدل اولا لقلم رهيب لانه اصلا الحلمة ربنا مش عاملة عشقاتر بنعضة دي صعبة جدا جدا مؤلمة جدا المفروض الطبيعي ان المضخ يبقى من هنا فنمره واحد اه 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 الم نمره اثنين تبتدي تتشقق نمره تلاته المخ يتنبه ان المكان ده مرتبط بالقلم وانه الطفل ده مش عارف يرضع كويس فيبتدي يقلل اللبن اللي رايح للطفل نمره باعة الطفل بقى عنده مخص لانه هو بيرضع هوى هو مش حاطه تبقه صح علشان خاطر يرضع صح فخمسة وتسعين في المية من مشكلة تشققات الحلمة ان اتصلحي وضعية الرضاع ومهما كنتي شطرة ومذاكر قويس قوي قبل ما تولدي فعلا بنلاقي نفسنا عندنا قلطات في وضعية الرضاع لما بدي نعمل جلسة ومعصت شرية رضاع فتعالين بص النهاردة على الحاجات وتقيمي نفسك كده وقولي انا ناقسني ايه علشان خاطر الوضعية بتاعت الرضاع تبقى صح نمره اتنين خمسة في المية امراض هتكلم عنها وقولك ازاي تلقطيها سواء امراض عندك انت او امراض عند البيبي طيب تعالين ابتدي اصلح ازاي وضعية الرضاع اول حاجة قبل ما تبتدي تردعي ممنوع تتينة وممنوع ببرونا قبل ما الطفل يتقن الرضاع ووزنه يبقى كويس ولبنك يبقى كويس وما يبقاش في اي تشاؤقات لو علمتي الغلط هيبقى صعب جدا تعليمي الصح التتينة والببرونا بيخلوا الطفل يمص وما بيخلوه يبزل اي مجهود هو بيحط بقه كده في المصاصة بتاعت الببرونا دي واللبن بينزله لوحده انت لو قلبت اصلا الببرونا اللبن هينزله لوحده فمبيعملش اي مجهود بالفك اوكي وخصوصا كمال لو حطله صناعي فطعمه بقى لذيذ فهو ليه هيجرب ياخد اللبن بتاعك ويعمل مجهود ويوتحرك الفك فشكرا مش هيقبل فنمرة واحد لو سمحتي ممنوع تتينة او الببرونا تدخل ابدا لغاية ما تبقى فعلا اتقنت الرضاعة اوكي يعني هو كل ام غير التانية ممكن ام قديمة تخلص الموضوع في اسبوع ممكن ام تانية تقولك انا هيخد لقاية شهر ممكن ام تالتة تقولك انا الموضوع اخن معي شهرين فكل واحد على حسب ظروفه فلو سمحتي لو في تتينة او ببرونا هم السر الاساسي ان ان انت اصلا بدأت غلط طيب اعمل ايه بقى في وضعية الرضاعة هتجيبي حراتك مخدة الرضاعة او اي مخدات عندك في البيت ما تكلفيش نفسك اوكي وبعدين مش لازم مخدة واحدة انا عايز ان شاء الله ستين مخدة المهم ضهرك يبقى مفروض وكتافك مش شايلة عليها البابي على فكرة ده مش بس عشان الرضاعة تمقى مظبوطة ده كمان عشان انت ضهرك ورقبتك وكتافك والله يحبتي بعد شهرين رضاعة ايه هيتعبه جدا فانت عشان ترتاحي حطي مخدات رضاعة حطي مخدات من البيت اعمل لانت عايزين المهم ان انت ايه تبقي معالية البابي المستواكي مش نزلاله جدا وبعدين انت لو محملة البيبي على دراعك مهما كنت ام عظيمة ودراعك ده يعني دراع فضيع بعد خمس دقائق دراعك هيريح فهتلاقي البيبي اتحرك فالحالة ما طلعت بقت فجوء وبرضو بيعضعت فيها زي الاول ورجعت تتعابي تاني فانا عايزكي لو سمحتي تثبوط كده ما خديتك تحيث بانتي مظبوطة وضهرك مستقيم والبيبي ايه ما بتحركش منك كان نفسي جبلوكو عروسة اكبر بس دير وحيدة اللي عارفت تسرقها من بنتي لو طلعت قد kilometers لемонắcفت تاخذها مننا تحقب الم beber البيبي يجب أن لمثبق يحرق متحلقة الحاجة الاولانية تامي تومامي يعني البابي ليس نايم وار دقائق س شنول البابي وارد عـي بابي اشيلي البيبي كده ويرضع ايه حضرتك البيبي كده لو رضع انتي فين صدرك يعني الاتجاه ماشي ازاي في منطقة تانية خالص لا انا مش هايزاي يعمل كده لان هو عشان يقدر يرضع هتلاقي بيحرك راسه ويجيبك مين يقدر طول ما هو بيرضع يعمل كده مين يقدر يشرب وطول ما هو بيشرب ابياكم يعمل كده هو اكيد هياخد غزات واكيد هيتعب واكيد هيمصه هلط فنحلل هذه المشكلة عشان البيبي مات لوحش لازم ابنك يبقى كده خلاص دي نمر واحد طيب اول ما هيعمل كده هيقولولك ايه الولد مش عارف ياخد نفسه الولد مناخيره فطت لان انتي حطى الثاد يفوقيها على طول فعشان تعديلي الموقف تعملي ايه رجلين البيبي كده قريبة من ايه من الاندر ارم كده من تحت الاضط اول ما تعملي الحركة دي هتلاقي مناخيره بعدد كده وخلاص الولد عارف ياخد نفسه يبقى نمر واحد البيبي بتاعي على المخد ده هو مرتاح بطنه مع بطنك اوكي في نفس الاتجاه رجله ناحيتك اوكي عندك هنا مش طالع لبرا ولا في اي حتة تانية نمر ثلاثة راسه في ايدك اوكي بلاش بقى يعني اعرفة البوز ده حلو بس بعد ما تكوني اتقلت القصة هتقدري تسنيديه على ايدك انا عايزة راسك ايدك بتتحكم في راسك لو انت والدة قيصاري كل الفكرة دي هتحصل بس بالجنب عشان الجرح القيصاري بيضايق وطبعا المخدات دي كلها هتقلت بالنحية التانية كده عشان قاطر ما تضغطش على الجرح خلاص فهيبقى البيبي الناحية دي وبرده تامي تو مامي يعني البطنه نحية بطنك رجله مستقيمة اوكي والولد مش موروب الولد بصفلك خلاص دي اول حاجة تاني حاجة هتعرضي عليه فادي بس انا عايزة ياخد يحصل التقام او لاتشين كامل وياخد الحلمة بالاريولة اللي هي الهالة اللي حواليها كلها في الفم و دي تبقى اصعب خطوة على الامات هيعملوا ايه؟ تقولي ما هو انا هو بيبقى جعان جدا وعايز ياخد الفادي فبيحطوا بققه في الحلمة وشكرا لا يا حد ما تدخليش الحلمة غيروا بققه مفتوح خالص كأنه وضع بيتتاوب طب لو فتح بققه خلاص كأنه بيتتاوب هنديه وندخل الاريولة كاملة لو هو ما فتحش بققه ومش بتتاوب هتعملي ايه؟ هتجيبي الحلمة هو البيبي اهو صح؟ وانا ايه؟ في ايدي الفادي خلاص؟ لسه بعلمه هتعملي ايه؟ هتجيبي الفادي تحطيه على الشفة السفلة يعني تعملي له كده هي هو رفلاكسة عند البيبي اول ما تعملي له كده هيفتح بققه سبحان الله اعملي كده فتح نص فتحة اعملي واحدة كماد هيفتح هتتعبه مع بعض اول مرة بس خلاص هيبق روتين مزبوط بعد كده مشتتعبي في المغس اوكي؟ هيفتح مزبوط اول ما يفتح كويس هتعملي ايه؟ من تحت لفوق اهي من تحت لفوق كلها دخل مش كده وعض لا هيا كلها بقق فدي لازم تحصل للاتش لازم يحصل الالتقم صح هتعملي ايه تاني؟ او هتحاولي البيبي كده ان هو يفتح بققه البيبي فتح بققه هتعملي كده هتمسك الثادي ازاي؟ زمان في المورثات الشعبية كانوا بيمسكوا الثادي كده كأنه قص ده بيقفل القنوات اللبنية اصلا ويخليكيش تتحكمي صح لا هاي زاك تمسكيه حرف سي او هلالي اوكي؟ تمسكيه كده ولعبي كده البيبي لغايت ما يفتح بققه ودخليه من تحت لفوق كله اوه ايه دي؟ ايه دي هي مسك الراز فبتتحكم فحيلقم صح لغم صح انا ايدي بقى مش هتتحرك ليه؟ لانها مسنودة على المخد فنمرأ واحد اتطمني ان وضعية الرضاعة مزبوطة طيب هتقولك الام ايه؟ انا قرى دي عندي تشككات فحتى لو عملت وضعية الرضاعة مزبوطة الموضوع هيبقى بالنسباني لسه مقلم في الاول اه انا مقدارة ده فحتعملي ايه؟ بعد ما تخلصي الرضاعة انت عايزة ترطابي المكان ده فحتعملي ايه؟ اما هتجيبي مرهم او كريم بس يكون غني باللانولين اوكي؟ المادة بتاعته غنية باللانولين اغلب الكريمات اللي هي ايه؟ بتاعت مستيلة و بتاعت ميديلة يعني في كثير منهم بيبقى غني باللانولين و مية في المية لانولين ده بيعمل طبقة حوالين الحلمة تحميها وتعالج التشققات اللي كانت قرى دي حصلت بحسي بقي الموضوع طري وتقدري تدخلي المرة اللي بعدها في امهات بترتاحها لسانوسان على الكريم بتاع سانوسان انا مش بعمل دعاية انا كده قلتلكم كل الكريمات خلاص فحتديني من مرة للتانية انا مش قادر اشتري الحاجات دي هاتي زيت زاتون من البيت و دهنيه كويس حوالين الحلمة و اغسليه قبل الرضعة الجاية كل الرضعة تغسليه وتستخدميه تاني اوكي و خلاص انا سمعت انه ممكن احط لبن من لبن الام على الحلمة لاني لما بعمل كده برطبها و بتخف لبن الام كمان سمعت انه هيكون فيه مضادات حيوية او اجسام مناعية ممكن تساعدك في ان انت تتغلبي على اي ميكروب مش خلط ان انت تستخدمي لبن الام لو المشكلة في وضعية الرضعة اوكي انما لو المشكلة مرضية يعني بسبب مثلا ميكروب بالذات لو المشكلة بسبب فطريات مش حلوه قوي ان انت تستخدمي لبن الام انا حبقى عايزة لبن الام على طول بعد ما خلص رضاعة انت تستخدمي لبن الام فامي بيبي بقطنة كده مبلولة يتعامل كويس اوي 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 اوكي بحيس ادي فرصة ما بين الرضعة والتانية ان ادهم بقى المرهمة على الفطريات او ويخيف طيب عشان ما تقويكيش انا كده خلصت وضعية الرضاعة وقلتلك انك بعد الرضاعة هتداني ايه حاجة مرتبة تمام؟ طيب يا دكتورة انا عملت الموضوع ده وما تحسنتش يبقى المشكلة مش بس في وضعية الرضاعة انا محقق وضعية الرضاعة سليمة بس انا لسه موجوعا وبعدين الوجع لو مشكلة وضعية الرضاعة فالوجع بيحصل من اول يوم بتردعي فيه انما لو انت كنت بتردعي كويس اوي والامور كنت ماشية تمام ومرة واحدة بدأت تحسي بوجع فده غالبا ممكن ما يكونش من وضعية الرضاعة فده ممكن يكون ايه ممكن يكون فطريات فطريات في فام البيبي او فطريات عندك انتي على الحلمة حد فيكو عدد تاني طيب دي علاجها ايه لو هي فطريات اولا هتعرفيها منين عشان تبتدي تروحي بقى المتخصص وتشوفي الكلام ده طبعا هو الاحسن حاجة من الاول خالص انت تروحي لاستشارية الرضاعة تعملي جلسة وتصلحي كل حاجة بس انا بقول اللي ما عندهمش امكانيات يروحوا ولو انه حتى في اماكن نجانية فيها استشاريين الرضاعة بس اذا ظروفك ما تسبحش او انت في محافظة ما فيهاش استشاري الرضاعة انا بقولك هتعملي ايه لو لقاتي فام البيبي في اي باتشات او نقط بيضة ممكن تكون لبن بس اللبن لو قطنة بيروح قطنة ما بقوله بيروح لما ما بيروحش وقاعد لقاتي موجود على اللثة موجود على اللسان موجود على السطح الفم من جوه الشفة بدأت تأشف وتنشف جامد جدا المكان الحلمة فيها هرش او الحلمة حامرة جدا 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 وتلمع واجعك جدا حتى لو مش بتردعي انت موجوع ممكن تكون مخلصة الرضاعة بقالك ساعة بس بتوجعك جدا ما كنتيش قبل كده بتتعبي فدي ممكن تكون فطريات ودي بكون خبسة في المية 95% بتكون مشكلة في وضعية الرضاعة وغالبا لو انت غلطانة في وضعية الرضاعة بعد ما الرضاعة تخلص هتطلعي الحلمة تلاقيها مبططة ومبيضة فتحة قوي قوي من كتر ما ايه ما تضغط عليها بدلا ما يبقى تضغط على الهالة طيب لو هي فطريات هتعملي ايه هتروح للدكتور دكتور تنسا او هتروح لستشارية رضاعة تحليك المشكلة اوكي والبي هيتشوفه دكتور اطفال دكتور الاطفال هيتشوف حاجتين يا اما هتبقى المشكلة في فطريات هيتشوفها في الفم ويديكي مرهم ويديكي مرهم ويتمشي على العلاج كويس والموضوع هيخلص في خلال كتير اسبوع مفروض في خلال يومين تحسي بتحسن لو انت عملت القصة دي ومش حاسة بأي تحسن يبقى لازم دكتور الاطفال يراجع فام البيبي كويس ممكن يكون فيه مشكلة في اللسان زي بعد الشر اللسان المربوط ممكن يكون فيه مشكلة في سقف الحلب ممكن يكون فيه مشكلة في الفك فلازم ايه متخصص يبص على البيبي ويشخص المشكلة بدري حاجة اخيرة شوية يعني تعليمات كده ممكن تساعدك في ان الموضوع ما يزيتش النمرة واحد لما تيجي تستخدمي البرست بانس اللي هم يعني القطن اللي بنحطوهم في البروة بعد الرضاعة بالذات في الاول استخدمي بعد قطن ما تستخدميش الدسبوزبل اللي هي في 300 استخدمي واحدة قطن وما تستخدميش اللي جواها بلاستيك فيه بيبقى جواها بلاستيك هتسمعي جواها كده ايه؟ صوت البلاستيك كأنه مقوى وبيمنع التسريب لا دي غلط دي مش هتخلي المكان يتنفس استخدمي براست باد واستخدميها على طول بعد ما تدهني عشان ما يبقاش ملامس للبرو ده هي ريحك شوية البرو لازم يكون قطن ومش لازم يكون قطن ومريح والبسيه الصح ان احنا نلبس حملات السادي على اقل في اول فترة الرضاعة البرو لازم تترميه مش قصدي يعني تترمي في الجسين وتحطي واحدة تاني لو سبتيها مبلولة على جلدك او حطتي فوقيها واحدة كمان انت كده بتقولي للفطريات والميكروبات تعلم فهو ده السبب انه بعدين بعد الشر ممكن نوصل لخراج او مشاكل تانية فلو سمحتي غيريها حاجة كمان لو اكتشفت ان دي فطريات كل حاجات البيبي تتناد فيبروناد كل حاجة بيلمسها البيبي ملاياتك كل هدومك الدخلي والخارجي من فوق كل ده لازم يدخل على الغسيل يتغسل بماية سخنة كويس قوي 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 يتطهر كويس جدا جدا وينشف كويس قوي مع الشبس وبعكات البسين عشان تطمين ان الموضوع ايه؟ خلص لازم تنشفي كويس قوي تغسلي كويس وتغسلي فام البيبي بعد الرضاعة وتدهني كريماتك وبعدين لغاية الرضاعة اللي بعدها تقومي تغسليها الكريمات اللي فيها لانولين اللي هي زي الاسماء اللي معروفة في السوق البيوريلان وكرهة ممكن ما تحتاجي طالما مية في المية لانولين ما تحتاجيش تغسليها هي سيف امان ان البيبي يستخدمها احنا بدأنا سلسلة للرضاعة فاقوليلي تحبوا المرة جاي نتكلم عن النابل لو الحلمة مسطحة ولا تحبوا نتكلم عن الالم اللي في الثادي في امهات ما عندهاش الشقوقات في الحلمة عندها الم يضرب كده في الثادي لما تجي تردع قولوا لي انتم محتاجين نتكلم عن ايه؟ وبصوا على الصفحة هتلاقوا كل يوم بتنزل معلومات مهمة للرضاعة ربنا يحفظكم ويحفظوا بليد اشتركوا في القناة عشر موسيقى